الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين كمين مع كورس النوك تبعنا وبعدنا بالكريبتوغرافي خلصنا الانكريبشن هلأ خلنا نفوت على الهاشنك ونشوف شو قصة الهاشنك طيب اختصار الهاشنك اي حدا بسالك شو يعني هاشنك اول شي يقول له عشان اامن الانتجريتي وزي ما حكينا هون بالانتجريتي اللي هو انا هبقى البرودكتنج باي هاشنك طيب كيف بيأمن لي كيف بيأمن لي كيف بيأمن لي الانتجريتي اللي بيطلع هاش فاليو شو يعني هاش فاليو شو يعني هذا الكلام اللي حيصل معاي خيلا عندي هون سندر وريسيبر اوكي عندي داتا ملف بعث ملف وليكن هذا ملف بيفوت بخوارزمي بمعادل يعتبروها تمام هون عمليك زي صورة الخلاط بتفوت بنعمله هاشنك تشويه بتتشوه اوكي بيسموها مسج دايجست مثلا اوكي دايجست ممكن انهضمت او اشي زي هيك فبتطلع لي هاش فاليو او بيسموه ممكن تشيك سام ايه اكتر من اسم بيروح للسند لريسيفر المستقبل بياخد هذا الديجست او بياخد الهاش فاليو مشوه اوكي بتتذكروا انا لديكم الهاشنك وان وي فانكشن من زي الانكريبشن انكريبشن تو وين فانكشن بشفر بفك تشفير الهاشنك انا بعمله بنعمل هاشنك بتشوه هون طيب شو باجي بعمل وباجي بقارن الهاش فاليو باللي عندي اذا الاثنين متساويين معناته هذا الملف ما نلعبش فيه سليم طيب جميل هذا الكلام طب كويس هذا ولا مش كويس ولا كويس اهلا بنقول اذا كويس اذا مش كويس طبعا كله كويس بس طبعا اله في نقاط ضعف بتصير واحدة من الهاشنك الالغوريثمز اللي عندي اياها ومن المشهورين كتير ام دي فايف طبعا ام دي فايف صارت قديمة بس بعدها تستخدم يعني انت على راوترات سيسكو اصلا لما تعمل باسورد وكذا لما تعمل هاشنك للباسورد بنعمل با ام دي فايف حتى بالاو اس بي اف لك تعمل للرسائل هاشنك بنعمل ام دي فايف تمام هلا غلط نقول نعمل لها انكريبشن انه هذا ما انكريبشن اوكي هذا هاشنك اسمه ما في واحد اقول لك الباسورد متشفر يعني الباسورد معموله انكريبشن باسورد مش معموله انكريبشن باسورد معموله هاشنك ماشي الحال طيب وشوف في عنا كمان في عنا كمان ايشي طبعا ام دي فايف اختصار لمسجد اجست اه هذا فيرجن فايف وفي عندي اس اتش اي راح نحكي عنه اوكي طبعا اس اتش اي اقوى بس بدي احكي تفهم انه هي انا بقارن شي طبعا كيف بقارن خليني اه خليني نفتع خليني افتح هذا البرنامج اوكي هذا البرنامج بدي ادخل بفايل متلا ماشي الحال هاد لك فايل هذا الفايل مثلا 5G بلاش 5G خليني بدي اعمل شرار اعمل فايل واسمينك اكتب فيه اي شي مثلا this is معاري وقل له save خليني نسكر الفايل خليني نسكر الفايل طيب انا لما هنا اقول له this is معاري اروح له اقول له نوك اعطيني اياه اول ما احطيت لي اعمل لي hash value اوكي هيك شكلها فايل طبعا هذا بالمدي فايل خليني اخد copy اخذ الهاش value somewhere احطه هون طيب جميل جدا هذا ملف تخيله هو ماشي طبعا انا هذا ملف لو بدي يروح لرسيفر الرسيفر مثلا بيكون في عده معادلة زي بيطلع له فانا ما اجي اقول له هون verify اوكي لانا بدي ارجع احطه مرة تاني او بدي احطه هون مثلا باجي بحط هذا الكي هذا نفس اعفوا ان هذا الهاش value هون بحطه بيجي بولي فبعرف انه ما اللعبش فيه طيب تمام اتخيل وما نبدل بالنص حط فيروس حط malware حط اي شي انا شوفش راح احط نقطة نقطة واحدة بس ها نقطة تغير اه طبعا تغير انا ممكن هو يغير لك اي شي بقلبها ممكن يغير لك بت واحد طيب اروح على هلاج value وقال له نوك طلع لي هذا الهاش طلع لي هذا الهاش طيب الهاش القديمي اللي انا عندي اياك كان هاد لو قلو verify قليل not match شوف نقطة واحدة غيرت لي اياه فهذا هي اللي بقول لك انه الفايل انلعب فيه فهيك انا انتهكت الانتجريتي ماشو الحال طيب نرجع للهاشنج فابقول لك الهاشنج طبعا انا شرحت لك اياه وفي عندي md5 اللي هو مجلس داجل فاني sha اللي هو secure hash algorithm طب ال md5 شو بيعمل عندي قال لك ال md5 انا بعمل الهاشنج لل الله وصح الله وصح لأي فايل حتى تيكست مش لازم فايلات بقول لك طوله المفتاح تابعه 128 بت اوكي هو 32 ديجيت هيكس ديسيمل ماشو الحال طب هذا منيح هذا كويس بس اليوم ضعيف يعني يعتبر اليوم بال hacking environment اللي عندنا ياته اللي قاعدة عم بتسير هذا اللي يعتبر ضعيف طيب شو طب شو فيه اللي بدأ او شو مثلا فيه الخطورة مثلا قال لك هو كagorithm يعني في ال sha اللي هو احسن منه اللي أنا حدام من فضل المستخدم بس فكرة ال hashing كhashing اللي حصلت عندي أنا هون هاي فكرة خطيرة ليش أنا اليوم هذا ال hacker هي هون بالنص ماشو الحال ال hacker had طيب ما هو هاشن ومش عارف وكذا وalgorithm ممكن هو intercept ال hash value هون انت كreceiver اصلا ما بتعرف انه يعني شوف نحنا ما بنعرف ميلي عم بيبعد اوكي هذا ال hacker بقدر يفوت بقلب الساشن نفسه ويصير هو يبعد تمام فهي كانت عندي مشكلة يعني ما بيأمن ال authenticity اللي قرأناها بال بالكريبتوغرافي اوكي ال hash لحاله هيك ما بيأمن ال authenticity فكان بني طريقة نأمن في ال authenticity مش بس هيك كمان اعتبر انه هني لاحظوا لما عملوا دراسات طبعا عشان هو 128 bit فلاحظوا كل ابصر اكم مليون طلع في عندي شي اسمه collision شو collision hash collision تصادم ال hash شو تصادم ال hash انا راح اشرحها بطريقة مبسطة اتخيل عندي ال hash value بيعطيني 3 bit 3 bit احتماله كم صفر 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 واحد عندي 8 احتمالات هيكون اوكي اه لا عفوا 3 bit على 0 1 بس من البلليش يخليها 3 خنات على 0 1 اوكي 3 bit على 0 1 هيكون عندي 0 0 0 0 1 1 0 وعندي اه 1 1 2 3 اربعة لا بديها 3 bit اوكي هتكون 0 0 مثلا 0 1 اوكي او 1 0 1 1 1 1 في عندي كمان 1 1 0 في عندي 0 0 هلعطيني 8 احتمالات 1 2 3 4 5 6 7 هلعطيني 8 احتمالات 3 bit هو 2 3 هلعطيني 8 احتمالات طيب شو عندي يا كمان اه اللي هي التامني عندي يا 100 1 0 طيب قال لك لحظنا اذا انا مثلا حطيت مسج عمل له هاشنج مثلا اخذ هذا الهز بالي مسج تاني اخذ الهز بالي التاني التالت الرابعة الخامسة هاي التمني بقول لك المسج التاسع لازم ياخذ واحد من الموجودين فهذا صار تضارب انه انا مسجين مختلفين من نفس الهاش هيكتير مشكلة كتير كبيرة فاللي حصل عندي هون لازم هون هيصير في عندي مسجين مختلفين وما اخذي نفس الهاش بالي هذا بيسموه هاش تمام طيب فهذا شو اللي راح يعطيني هون انا راح يعطيني على السريع هون مشكلة طب انا كيف فيني احلى قالك بتحلى بتستخدم على غير طول مفتاح اوكي يعني مفتاح طويل وكمان برضو حلول اخرى كان عندي اللي هي واحدة مثلا من الاتش ماك هلأ حنحكي الاتش ماك هي حلت هاي طبعا نحكي بفيديو داني ماشي الحال هلأ بدناش ننسى انه الهاش بالي هو فكس لينك يعني طوله فكس طيب كيف ان طوله فكس خلينا بس اني فيها لانو عم بقدر منصال العصر لو رحت هون على الصوفتور تبعنا لا لو رحت هون على الهاش فانكشن وعطيني اي هاش فانكشن اطيني ام دي فايف ام دي فايف ام دي فايف اوكي هذا ام دي فايف تعال بس خلينا اقوله معاري اقوله بلاي اوكي اعملي اهم شايف طوله حاليا لما اغير نقطة واحدة طبعا بيصير فيه تغيير جزري اوكي شايف فيه تغيير تغيير كبير يعني فبس طول المفتاح ما رح يتغير شوف شو ما عملت قد ما اضيف عندي هون الطوله طبعه بس هو عم بتغير نفسه اوكي شوف كيف هاكل يعتم مسجات غير فالطول ما عم بتغير مش زي كان بطول معك بيكبر معك عندك بيكبر معك لا هم ما بيكبر معك تماما فنحن ما نلاحظ هذا الشي هو عشانك بنقوله حتى يعني طبعا كل ما طول يعني عندك عندك مية وتمانا عشرين مية وتنية وتسعين مية وتسعين مية وتسعين وخمسين او خمسمية وطناعش كمان اه فكل ما كبر المفتاح كل ما بيكبر الحجم طبعا. آآ تمام لهون. يعني شي بعض بدنا نشرح ولا نسيناه. آآ لا بفتكر ايك تمام. اوكي. فهذا هو الهات. له مشاكل اه. هلأ. الاس اتش اي. هيا بس بما انه خلص لاشه مرة واحدة. اوكي. قالك الاس اتش اي. طبعا هو اقوى منه. اثمه. طيب. فيه له عوائل كتير. اول ما اطلع اطلع بس اتش اي وان. هذا كان مئة وستين بيت. اوكي. انا عندي الامدي فايف مئة وثمانية عشرين بيت. يعني بيطيني عشرين باي تاش باليو. طوروا الفيرجن تو. بعطيني بنتين واربعة وشرين بيت لخمسمية واثناشر بيت. كيف? قال لك عندك شاه ميتين واربعة وشرين. بيعطيني ميتين واربعة وشرين بيت. عندك الميتين وستة وخمسين طبعا كل رقم بيقدم. طبعا كل ما كبر هاد الرقم. كل ما الطول تابعه كبر. كما انا ممكن اعمل شغلي. في عندي باللينكس. عندي باللينكس هون. عنده اصلا مكتبات. مثلا لو انا بدي اطبع امر اسمه ايكو. مثلا ماينام. ازمي عاري. بقول له 5. مثلا اقول له md5. سام. وبطلع للهاج باللو تابعا. تمام? هلا على الايكو بيطبع لي هذا باللينكس. امر بيطبع وبحط لي لين جوه. عشان مايحط لي لين زيادة. فانا كما ممكن اقول له. ماينس ان. فاطلع عشان بس حط لي لين هون. الهاج تغير. بس تقول له ماينس ان يعني ما تحط لي لين. بس اطبع لي اياه. عطول من دون سطر جديد. اوكي اتغير الهاج. برضو كمان ممكن اقول له بس انا ممكن اقول له مسلا. اس اتش اي. اس اتش اي. ولو قلت له تاب تاب. اين بس يطلع لي بقول لي اي نوع بدك من الاس اتش اي. بدك اس اتش اي. الماك. الماك حنحكي فيه. اوكي ولا كزا. ممكن انا ممكن اقول له اس اتش اي. تو فايف سكس. سام. مسلا. اوكي شايفين ما اطوله? ماتين وستة وخمسين. لو تشوف هذا الامدي فاي فالأطول. ليش? ما هذا ماتين ستة وخمسين بيت. هذا بس مية وتمانية وعشرين بيت. بس برضو هيكون السايز تبعه هيضله فيكس. تمام? هل نزل صالة لعصر? ان شاء الله درسكم اعجبكم. نشوفكم ان شاء الله درس الجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.